يقول أحمد بن خضروي لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة ما في عبودية تسيطر على الإنسان كما تستعبد شهوة المرء نفسه متى ما ثارت عنده شهوة الجوع شهوة البطن متى ما ثارت عنده شهوة الفرج هذا حرام هذا لا يجوز يسألك الله يقول لك حلال حرام ما دي سائد بعدين متى ما ثارت عنده شهوة الجاخ شهوة المال يقول لك أخي لا حلال حرام هات بعدين نتحاك بالموضوع لذلك لا رق أملك من الشهوة انتم تعرفوا يا أيها الأخوة سمعتم وبعضكم رأوا شخص مبتلى بالحشيش وألقي عليه القبض كان بالسجن يقول له للسجان ببوس صباطك جب لي سيجارة ونزل على الحزاء يبس له فجب لي سيجارة شوها الرق شوها العبودية شوها الذل لكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار في ناس تعبد الدينار كيف تعبده؟ مو بتحطه وبتصلي بس هو مستعد لدينار أن يفعل ما شئت تعيس عبد الديرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد القطيفة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش فبيقول أحمد بن خضروي ولا رقة أملك من الشهوة شوفوا يا أخوان الإسلام قدش هيك رفعنا كل آياتنا وقدر يرفعك إجاء لك برمضان لا تأكل ولا تشرب مع أنه برمضان في مرات برمضان بيكون حرارة عالي وعطش شديد الإسلام يريد أن يدربك أن تسيطر على شهواتك أن تملك شهواتك ليس شهواتك تملكك مي ما في مي 12 ساعة 16 ساعة كل آياتنا لما نصوم تحس حنجرتك حتى قطيف بس الإسلام يدربك أن تملك أنت نفسك بيأتي الإسلام بيقول لك بالحج ممنوع أن تقترب من زوجتك بأن الزوجة حلال بس ما دمت محرما بالحج ما في زوجة شايف شأن أنت تملك نفسك بيأتي الإسلام بيقول لك بالحج بدك تلبس بس رداء وإزار ما في تياب أبدا إذا أنت كثير متعلق بكنستك وبقميصك وبنطالك بيقول لك ما في أواعي يلا قطع تقماش من فوق قطع تقماش من تحت أنت كثير متعلق بشعراتك بيقول لك أحليق على الصفر ليش؟ مشان الإسلام يخليك أنت تملك نفسك مو نفسك تملكك شايف؟ بيضربك الإسلام بده يرفعك هيك لفوق أنت لما شهوتك تكون موافقة للشرع تمضي إذا المال حلال بأخذه حرام مستحيل أنا ما بنزلي ما بنزلي والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسالي مو لو أعطوني مليار ليرة الشمس بيجيبوها كلها والقمر أنا ما بقرب إذا الله ما بيرضى ما عندي شيء ما بتعجبوا يا أخوان الله مرات نسمع قصص عنه وناس لهم رتب علمي ورتب اجتماعي بين شرع يعني حتى الناس تحكي آخي هذا حقه خمسين ألف حتى من هم دونه بيقول لك شايفوا هذا مدري مين رتبة علمية رتبة مكانية اجتماعية بيقول لك هذا خمسين ألف مئة ألف مليون خمسة مليون عشرين مليون هيك حقه أما أنت يا مسلم المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه ما أحده معه حقك الله بس يلي معه حقك أما ما فيه جنس مخلوق معه حقك يشتريك لا بصفرة ولا بأكل فيه واحد متى ما عزموه على أكل خلاص شو بدك منساوي يا أخي بس طعميني يا حرم الإسلام بده يخليك أنت تملك نفسك وشهواتك شو بيقول أحمد بن خضروي لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة اللي بيتبع الشهوات تملكه شهوته ليش لأنه غفلان عن الله عز وجل أما الموصول بالله عز وجل مستحيل شهوة تملكه لا مال ولا نساء ولا طعام ولا شراب ولا جاء ولا مكاني لأنه موصول بربه كيف تحصل على شهواتك ول sigma غفلان عن الأ الخز heroic اشتركوا في القناة